التطبيع بين إسرائيل والدول العربية مقابل إقامة دولة فلسطينية مبادرة أوروبية دخلت على خط الصراع العاصف الشرق الأوسط في توقيت مثير وأصبحت عنوان مباحثات مكثفة بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم في السعودية ومصر والأردن وفلسطين فما الذي يجري بين عواصم القرار العربية والأوروبية من تصورات حول حل الدولتين وهل أصبح الطريق معبدا أمام إرساء إطار للسلام كل العام واحد وفق الجداول الزمنية في مسودة جوسيب بورل في تل أبيب على الجانب الآخر كشف استطلاع عن تأييد إقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع بينما راح وزير الخارجية الإسرائيلي أبعد من ذلك يتحدث في بروكسل عن مشروع النقل سكان غزة إلى جزيرة صناعية في البحر المتوسط فهل تواجه حكومة تانياهو عزلة في الداخل وفي الخارج وهل تتراجع بالتحديد الآن أمام قرار محكمة العدل الدولية أم أن هوامش المناورات سوف تعيد استنساخ تجارب في التاريخ عندما انهارت كل المبادرات أمام أنظاري عرّ بيها الكبارة هذا ما أناقش في حلقة هذا الأسبوع من على الحدود مساكلة أنتم أيضا يمكنكم المشاركة معنا في هذا الحلقة على الرابط الشارقة والإجابة عن سؤال استطلاعنا السؤال هل لا يؤثر قرار محكمة العدل الدولية على موقف تل أبيب من حل الدولتين بنعم أو لا بحسب مشاركاتكم 71% قالوا لا و29% قالوا نعم لمناقشة ملف هذا الأسبوع من على الحدود أرحب بالضيوف الكرام من رامالة وزير الإعلام الفلسطيني سابقا دكتور نبيل عمر مساء الخير أهلا وسهلا من الرياض الباحث الأكاديمي الدكتور نايف الوقاع مرحبا بك موامن باريس رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف إمانويل ديبوي أهلا وسهلا بك نبدأ هذا النقاش مع حضراتكم ولكن بعد هذا العرض الآن عن المبادرة الأوروبية تفاصيلها نقاطها العشرة لحل الدولتين في هذا التقيي ثم نعود لنبدأ النقاش لن تتحدث عن المبادرة الأوروبية لأن تتحدث عن المقابلات كتاباته إذا فقد وذلك نت suisق بالتعرض عليك أن ت Study The underlying causes that prevent this solution from being implemented and certainly Hamas is one of them but there are others and this comprehensive approach has to be studied and discused I know it's Difficult, 27's have different approaches but we have to work together with the Arab world اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتفاصيل أبدأ معك سيد ودكتور النبيل عمر من رامالة يبدو بأن حضرتك غير متفائل أو لا ترى الدور الأوروبي قادر على تغيير المشهد الذي فرضته إسرائيل بمساندة أمريكية في الوقت الراهن على الأقل هذا ما كتبت أو فهمنا بما قالك بالشرق الأوسط بل وذكرت بمحاولات إنقاذ عملية أوسلو برعاية الرباعية الدولية لو تفسر لنا لماذا طرحت هذه هي المقاربة لازم أن يبقى مساحة للحذر وليس للتشاؤم أنا آتي بقراء تاريخية على أن الأوروبيين طردوا عن عملية السلام وقبلوا بذلك قبلوا أن لا يكون لهم دور إلا على صعيد التمويل هل استفادوا من هذا الدرس؟ نأمل ذلك أنا أريد أن أرى أوروبا قوة ضاغطة باتجاه السلام وبين يدي أوروبا الآن تأييدها لقرارات المحكمة محكمة العدل الدولية التي هي في صلب الموضوع ومع أوروبا أيضا إمكانية أن يكون هناك المبادرة العربية للسلام قيد التطبيق لأنها تتطابق مع المبادرة الأوروبية ولكن إسرائيل ألغت دور أوروبا وألغت المبادرة العربية وبالتالي يجب أن أتوجه الضغط إلى إسرائيل أنا أنظر للأمور بكثير من الحذر على الأدوار والأوزان إذا أرادت أوروبا أن تلعب دورا في الشرق الأوسط وأن تكون لها إسهامات جدية في أي سلام حقيقة ومستقر لابد أن تخرج من قفص التمويل فقط إلى الدور الفعال حتى لو أن أمريكا حاولت أن تتحفظ على هذا الدور إذن أنا أحرض أوروبا على أن تستعيد دورها وهي جارة الشرق الأوسط وهي أكثر المتضررين من الخلل في الشرق الأوسط وبالتالي يجب أن تكون أكثر المستفيدين إذا ما تم السلام الدائم والعادل وفق المبادرة العربية للسلام المتطابقة من نسبة عالية مع المبادرة الأوروبية الجديدة أسأل أيضا حذرتك دكتور نبيل عن هذه المبادرة التي اليوم نتحدث بالتزامن مع صدور قرار المحكمة الدولية يعني هناك إشادات بهذا القرار ولكن لم تطلب المحكمة الدولية محكمة العدد الدولية بوقف العملية العسكرية في غزة لم تطلب بوقف الحرب بشكل واضح وأساسي للإسرائيليين على ماذا بني هذا التفاؤل في الإشادات العربية والفلسطينية التي استمعنا إليها لا بنيت على أرض متينة وجديدة هذه ليست آخر المطاف حكاية محكمة العدد الدولية ما صدر عنها اليوم هذا ليس نهاية المطاف ولا أغلق الستار على ملاحقة إسرائيل قضائيا ليس من قبل جنوب إفريقيا ولا من قبل من معها من الفلسطينيين والعرب بل من قبل العالم كله نحن أقمنا وزنا للتصويت الذي جرى على مستوى محكمة العدد الدولية فقط مندوب واحد أغندا إلى جانب المندوب الإسرائيلي صوتوا ضد والباقي بما في ذلك الرئيسة الأمريكية للمحكمة صوتوا معه المسار طويل افتتح مسار جديد وضع إسرائيل في مواجهة العالم كله صحيح لم نأخذ كل ما نريد لم يأتي نص صريح بضرورة وقف الحرب ولكن كل المبادرة تعني ليس فقط وقف الحرب وإنما تعني أن لا تمضي إسرائيل قدما لا في التدمير ولا في القتل ولا في التحريض وبالتالي يجب أن تدرس هذه المبادرة بصورة جدية على أنها افتتاح مسار جديد نحن لم نكن هكذا في السابق نضع إسرائيل في قفص الاتهام وتستمر هي داخل القفص إلى أن تصدر الأحكام النهائية للجنة للبحكمة أعتقد أن البناء الفلسطيني بس الولايات المتحدة في تعقيبها على هذا القرار ولا لحظيا وإنما من أجل الحاضر والمستقبل ولكن الولايات المتحدة رأت هذا القرار بشأن هذه الحرب في غزة بأنه يأتي ويتتصق مع رؤية واشنطن بأنه إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وبعدم تكرار السابع من أكتوبر هكذا روجت الولايات المتحدة الأمريكية لهذا العدو لكن اسمح لي أسألك عن تصريح الخارجية الفلسطينية التي دعت كل الدول بما فيها إسرائيل إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة من يضمن تنفيذ أي إجراءات أمرت بها المحكمة هل من دول هل إسرائيل أصلا ستقوم بأي خطوات شوفي خلينا نعود إلى نقطة لولة حول الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي سياسة مزدوجة سياسة سرية من تحت الطاولة كما يقولون وسياسة التصريحات علنية هم لا يريدوا أن يقولوا موقفا يفهم منه أنه مضاد للموقف الإسرائيلي لتأثير ذلك على الحياة السياسية الداخلية في أمريكا ولكنهم من تحت الطاولة يريدون أن يروا الحرب قد توقفت ويريدون أن يروا هذا الكم الهائل من القتل قد انخفض إن لم يكن قد توقف وهم يصرحون بصورة غير مباشرة على ذلك ومع هذا لا نبني عليه ولا نعول عليه إننا ننظر إلى التقييم الأمريكي لمحكمة العدل الدولية هو متطابق مع تقييم أحادي الجانب من قبل إسرائيل ولكن ليس صحيحا أنه أعطى إسرائيل حق الدفاع عن النفس وماذا يقول القرار الذي سيتلوه قرار يطلب من إسرائيل أن تقدم خلال شهر تقرير عن شئ اللي عملته في موضوع وقف التدمير وإلى آخره لذلك الأمريكان يراعو في الصورة الموقف الإسرائيلي الذي يجب أن يكون مرضي للوبيات الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة في موسم الانتخابات وفي نفس الوقت يرغبون بشدة أن يغلق هذا الباب وبالتالي هم الآن يعملون على التطبيع الكامل مقابل الحل الكامل بأي حل الدولتين وهذا أمر يحتاج إلى جهود كبير من جانبنا لو ظلينا نستنع بما الأمريكان يعملون دولي لن يأتوا بها إنما إذا تواصل العمل العربي والدولي بهذا الاتجاه أمريكا ستوافق أخيرا وتعمل بشكل جدي أكثر مما تعمل الآن لو تكرمت على الشق الثاني اللي سألتك عنه فيما يتعلق بضمان تنفيذ الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية من يضمن ذلك؟ من يشرف على هذه الآلية؟ لا يوجد ضمانات هذا صراع طويل لا يحسن بالضربة القاضية وإنما يسجل بالنقاط إسرائيل ستجد نفسه في لحظة ما ونتيجة ربما قراءة أمريكية للمستجدات التي حشرت فيها إسرائيل في قفص الاتهام مقابل العالم كله يكون هناك ضغط للاستجابة يعني خلينا نجيب لك مثل الآن في فلوريدا قضية مرفوعة على الإدارة الأمريكية لأنها تمالئ إسرائيل استطلاع رأي في أمريكا ذاتها خمسين بالمئة من الشباب ضد الموقف الأمريكي من إسرائيل هذا بالتراكم يؤثر ويؤثر لأنه هذه العمل السياسي هكذا لا يوجد فيه ضربة قاضية خصوصا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنما بالنقاط ونحن أمام هذه التضحيات الجمة التي يقدمها الشعب الفلسطيني نحرز نقاط في هذا الصراع أذهب لضيفي من باريس سأسألك سيد إمانويل ديبوي عن هذه المبادرة نفصل هذه المبادرة الأوروبية أكثر مع حضرتك هل هذه المبادرة تعبر عن موقف كل الدول الأوروبية بما فيها تلك المؤيدة لإسرائيل أو تعتبر من حلفاء إسرائيل مثل النمسا، تشيك، الماجر، ألمانيا التي حتى أرادت أن تدافع عن إسرائيل في محكمة العدلة الدولية كيف تنظر إلى إجماع الدول الأوروبية على هذه المبادرة؟ يبدو بأن ضيفي غير قادر على سماعي حتى الآن نعود لضيفنا من باريس بعد قليل لأسأل ضيفي من الرياض مرحبا دكتور نايف أسألك مرحبا بك أول مرة معنا في برنامج على الحدود أسأل حضرتك تابعنا مشاركة للسعودية في اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيف هي اجتماعات مع المصريين، مع الأردنيين، مع الفلسطينيين، مع الإسرائيليين على حدة آخر كيف تنظر إلى المشاركة السعودية؟ هل المشاركة السعودية معنا ذلك بأن الطرح الأوروبي يلبي التطلعات السعودية في هذه المرحلة؟ أم هذا ربما جزء من صورة أوسع وأكبر من أجل حل الصراع؟ مساء الخير شرف كبير لي أن أكون ضيفا في هذا البرنامج أهلا وسهلا وبالمشاركة مع معلي الوزير نبيل والأستاذ إيمانويل ولكي شخصيا وللمتابعين أهلا وسهلا حقيقة أنه لو نظرنا إلى الدور الأوروبي قبل أن أتكلم عن الدور السعودي أستطيع أن أصف الدور الأوروبي بأنه دور منافق بامتياز وأيضا مراوضة عندما تقع إسرائيل في مأزق كبير كما حدث في 7 أكتوبر وأنهزت الوضاع الداخلية في إسرائيل وحصل ما حصل جاءت أوروبا لمساعدة إسرائيل وليس مساعدة العرب بريطانيا هي التي أقامت إسرائيل فرنسي التي سلحتها نوويا ألمانيا لا زالت تدفع جزية المحرقة الولايات المتحدة تحمي إسرائيل من القانون الدولي ومن العقوبات الدولية وبالتالي أنا أرى أن إسرائيل هي رأس حرب أوروبية أمريكية للتمسك ببقايا الاستعمار الذين كفاء طويلا أنا لا أعول أبدا على الدور الأوروبي أوروبا الآن في حالة ضعف شديد تحتاج إلى حماية أمريكية حتى من روسيا وفي حالة حرب نأتي إلى الدور السعودي الدور السعودي دور محوري في هذه القضية والمملكة العربية السعودية طرحت المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل وتبنتها القمة العربية في بيروت وبالتالي نحن قدمنا مشروع والمملكة العربية السعودية اشترطت علنا لا يمكن التطبيع مع إسرائيل إلا بإقامة دولة فلسطينية بخلاص الدول العربية الأخرى التي للأسف كان موقفها مجرد تطبيع دون مقابل الدور السعودي هو الأصل والأساس في هذه القضية وحقيقة وأقولها بمرارة أن الأذى التي تحملتها المملكة العربية السعودية حتى من بعض النخب الفلسطينية لم يساعد حقيقة على حل القضية أو تبني القضية في تصريحات الأمير بندر استمعنا إليها عندما اتصل بها الرئيس كلينتون وقال الأمير بندر أحضر ياسر العرفات انتزعت لكم ما لم يستطع أي رئيس أمريكي ينتزعه لإقامة دولة فلسطينية فغادر عرفات دون أن حتى يخبر الأمير بندر في هذا هذه كلها وقائع تاريخية وبالتالي دخول المملكة العربية السعودية سأعود لحظتك ترد على ما يقوله ضيفنا تفضل أكمل مشاركة المملكة العربية السعودية كانت في الأساس في توحيد الفصائل الفلسطينية لأنه لا يمكن أن يكون هناك دور فلسطيني محاور للغرب وهناك عدة جبهات فتح حماس الجهاد لا يوجد صوت فلسطيني موحد أساساً وبالتالي حصل الضعف لهذه القضية الفلسطينية من التنازع الفلسطيني وتعدد الولاءات في فلسطينيين لا يريدون إقامة الدولة الفلسطينية وسبع منها يقولون هذه مجرد لعبة هذه مجرد مسواك نحن مشروعنا أكبر من فلسطين هذا كيف تتعامل معه في حل القضية هذا سيتحدث عنه دكتور نبيل ولكن نعلم أنه قضية التطبيع السعودي مع الإسرائيليين أو بالعكس هو مفتاح في هذه المسألة مهم تسيط الضوء عليها سأعود إلى هذه النقطة دكتور نبيل عمر إذا كان عندك أي تعليق لو تكرمت على كلام ضيفنا أبدا يعني أنا لست بصدد الرد أو المساجلة الكلامية مع أي وجهة نظر مختلفة نحن يجب أن نبدأ من الآن ماذا حدث قبل سنوات وكام ديفيد وكلينتون وإلى آخره هذه مسألة أصبحت زمنيا وسياسيا وراء ظهرنا كلما بني آنذاك على محادثات واشنطن وأسلو انهار تماما والآن نحن في حالة حرب وبالتالي لا نريد أن نستعير أشياء تمت في الماضي في ظروف معينة وفيها من أخطأ وفيها من أصاب لنسحبها على اليوم نحن نتحدث عن اليوم عن مبادرة أوروبية أرى أنها تحتاج إلى جهد كبير من أجل أن تصبح فعالة نتحدث عن مبادرة سعودية عليها إجماع عربي وإسلامي وأصبحت في مسار عملية سلام أحد المرجعيات إذن لنبني على هذا أنا بقول نعم الفلسطينيين عندهم أخطاء كثيرة وعندهم فصائل كثيرة وآراء كثيرة ونخب كثيرة ولكن في النهاية عندما يعرض على الفلسطيني مشروع جدي بمنتهى تقوم دولة فلسطينية ستذهب كل هذه الخلافات لذلك نعمل على أن نوصل هذه المبادرة إلى حيز التطبيق وساعة إذن سنتحدث عن فلسطينيين نتوحدوا وراء هدف وطني يتحقق صحيحنا أذهب ضيفي من باريس رجع معنا سيد مانويل كنت سألتك هل هذه المبادرة الأوروبية التي نناقش في هذه الحلقة هي مبادرة يعني تعبر وتمثل كل الدول الأوروبية بما فيها تلك المؤيدة أو التي يمكن أن نقول بينها حليفة لإسرائيل على سبيل المثال ألمانيا على سبيل المثال نمسا تشيك المجر وبالتالي هناك إجماع على ما طرح جوسف بوريل أو ماذا يجب أن نتذكر أن مبادرة بوريل ليست مبادرة أوروبية بل هذا يأتي نتيجة لمقترحة في سبتمبر الماضي في الجمعية العمومية الثامنة للأمم المتحدة حيث دول عديدة من الاتحاد الأوروبي وجامعة العربية والأمم المتحدة ومصر والأردن والسعودية كانت دعت لهذه الجهود للتوصل إلى يوم السلام إذن بوريل أعاد إطلاق هذه المبادرة في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية الأوروبيين وبين حلفاء إسرائيل هناك اعتراف بالوضع العسكري والدعوة لحل الدولتين للعودة إلى سؤالك هناك توفق بين دول أعضاء وراء حل الدولتين وبصوت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي دعت هذه الدول إذن للتفكير بأن يوم ما بعد الحرب إذن هدنة إنسانية في البداية وبعد ذلك إعادة بناء غزة وطبعاً في المرحلة الثالثة تفكير في استئناف الحوار السياسي بشكل عام أن يكون هناك عودة للمفاوضات في روحية مؤتمر مدريد وإتفاقات أسلو وفيما يتعلق طبعاً بالمبادرات العربية كما ذكرت السابقة لعامي 2002 و2016 هذا هو المقترح الأوروبي ومجمل الدول الأوروبية سوف تذهب في هذا الاتجاه لالتزام بهذه الجهود طيب ما زيدنا النقاش عن هذه المبادرة الأوروبية ولكن أتوقف عند الفاصل الأول ما هو موقف الرأي العام بإسرائيل من حل الدولتين مقابل التطبيع وكيف تواجه تل أبيب كل الطرح وكل نتائج استطلاعات الرأي كل ذلك بعد قليل ابقوا معنا كشف استطلاع عن تأييد الرأي العام في إسرائيل لحل الدولتين مقابل التطبيع بعد تفاصيل في هذا التقرير نتابع يعني هذا الرأي العام واستطلاع الرأي بإسرائيل لأسأل ضيفي من الرياض دكتور نايف كيف تنظر إلى تأييد الرأي العام الإسرائيلي إلى هذا الطرح الحديث عن الموافقة على إقامة دولة فلسطينية من زوعة السلاح مقابل التطبيع بالتأكيد التطبيع بشكل أساسي مقصود في التطبيع مع المملكة العربية السعودية هل هذا الطرح من وجهة النظر السعودية مقبول يجري العمل عليه وبالتنسيق مع من بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي كأي مجتمع آخر فيها المتطرف وفيها المتشدد وفيها الذي يريد فعلا السلام لكن الذي لا أنا أريد وجهة النظر لا أريد وجهة النظر السعودية وبالمجمل يعني رأي العام الإسرائيلي كله موافق على الحرب على غزة يعني ويرى بأنه ما قامت به حماس السابع من أكتوبر غير مبرر فيعني وجهة النظر الإسرائيلية غير يعني لا يمكن نقول أنهم مسالمين أو بيدعوا للسلام لا مش هذه الفكرة ولكن فيما يتعلق بالتطبيع مع السعودية هذا ما سألتك عنه قضية التطبيع مع السعودية يعني هذا فخر للمملكة العربية السعودية بأن تجعل إسرائيل المملكة العربية السعودية بمسار لوحده وباقي المنطقة بمسار آخر وبالتالي هذا يؤكد ثقل المملكة العربية السعودية ويؤكد مرة أخرى أنها مفتاح حلول الأزمات في المنطقة وجهة نظر الشخصية أنا لا أعبر عن نظر وجهة رسمية وإنما وجهة نظر الشخصية كباحث الشعب الإسرائيلي بعد أحداث سبعة أكتوبر أصيب بصدمة وانكشف لها الوضع الحقيقي لإسرائيل وأنه كشعب مهدد وأن القوة العسكرية الإسرائيلية والحماية الأمريكية لا تجدي نفعاً وبالتالي تكون نعم هناك أنا شاءت مقاطع كثيرة هناك هجوم على حاخمات وهناك كلام عليهم من شباب إسرائيليين أن تطرفكم هو السبب ومن حق الفلسطينيين أن يدافعوا وهذا أمر مشروع وبالتالي نحن نقول أن هناك فعلاً تحول في الرأي الإسرائيلي أن إسرائيل لم تعد تلك الدولة المنيعة الحصينة التي لا ينال من أمنها شيء وجهة نظر المملكة العربية السعودية كباحث وكمتابع المملكة العربية السعودية لا تبني خططها السياسية على استطلاعات رأي لأن بعض استطلاعات الرأي هذه استطلاعات مصنوعة ولكن موضوع التطبيع بين السعودية وإسرائيل هذا مطروح من قبل أن تبدأ هذه الحرب في غزة وقبل ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر وبالتالي هذا مسار أصلاً عنده معايير مختلفة أسمح لي أن تقل ضيفي من رمالة دكتور نبيل أسأل حضرتك بالتوازي مع كل ما نناقش فقط نذكر بما قال وزير الخارجية الإسرائيلي عندما زار بروكسل واقترح إمكانية نقل سكان غزة إلى جزيرة صناعية بالبحر المتوسط خلال اجتماعه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل كان من المفترض أن يكون هناك مناقشة لخطة سلام شاملة هل يعول على الإسرائيليين في هذه المرحلة إذا كان هذا تفكيرهم فيما يتعلق بمستقبل سكان غزة يعني خلينا ننظر الأمور بواقعية أكثر الآن يوجد في إسرائيل حكومة هذا خطها نتنياهو واسموتريتش وبنكفير ومن هم على شاكلتهم لا يريدون أن يسمعوا كلمة فلسطين أصلاً لا يريدون ذلك وموقفهم جذري من مبدأ الحل مع الفلسطينيين وموالهم مقترحات في غاية الجنون والانعزال عن المنطق يعني بدك تعمل غزة أخرى في البحر هذا جنون هذا ليس سياسة ولا واقعية ولا يمكن اعتباره يمكن أن يبنى عليه بأي اتجاه الذي يحدث الآن نعم أنا موافق تماماً على ما قاله الصديق السعودي بأن هناك تغيير فرض على الإسرائيليين وأنه بعد السابع من أكتوبر وبعد أن ذهبت حاملات الطائرات لحماية إسرائيل التي كانت تدعي أنها تحمي المصالح الأمريكية في العالم كله تغيرت الرؤية وأصبح داخل إسرائيل تيرت نعم هما أخلاقياً كما تعودوا مع الجيش وهو يقاتل ولكن في النهاية لا يريدون أن يظلوا يقاتلوا إلى ما لا نهاية إذن أنا موافق على فكرة أنه الآن الأوراق العربية تكاثرت في يدنا وبالتحديد في اليد السعودية بمعنى أن قرار محكمة العدل الدولية ورق في يدنا الوحشية الإسرائيلية التي استفاق العالم عليها قرار في يدنا الإجماع الدولي الذي يقول لا بد من الذهاب إلى حل قضية فلسطينية من أساسها لكي لا ندخل من حرب إلى حرب إلى حرب أيضاً ورقة في يدنا الانهيارات الكثيرة داخل إسرائيل هي ورقة في يدنا إذن بالإمكان أن نعمل بجد أكثر بدراسة أكثر إلى أن تكون الدولة الفلسطينية هي في الأفق الدولي نحو التطبيق وليس لمجرد شعار يطرح لإرضاء الفلسطينية واضح سيد إيمانويل أسألك جوسب بورل قال بأنه سيمضي قدماً في هذه المساعي فيما يتعلق بحل الدولتين في الشرق الأوسط بغض النظر إذا كانت إسرائيل راغبة في المشاركة أو لا في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية المتشددة وفي ظل كل ما نسمع من تصريحات بما فيها تصريحات نتنياهو أو وزير خارجية الذي ذكرت منذ قليل هل يمكن ذلك ما هي واقعية الطرح الأوروبي في هذه المرحلة الموقف الأوروبي سوف يستمر كما قلتم فجوزي بورل ليبذل ما بوسعه مع الأوروبيين في محاولة لتقريب وجهات النظر وهذا ما حدث في بريكسل لأن الوزيرين الإسرائيلي والفلسطيني لم يقبل التلاقي طبعا وكان هناك أيضا وزير الخارجية السعودية موجودا إذن الموقف الأوروبي يذكر بأن الاتحاد الأوروبي يرتكز إلى القرارات الأممية الكثيرة التي لم تطبق وطبعا القرار 242 الذي يدعو بإنشاء دولة فلسطينية وهذا الموقف الدبلوماسي لكل دول الأعضاء ولكن الاتحاد يعي أن هناك أجندة هناك جدوى الأعمال وسوف يتقدم مع تقدم مقتراب الانتخابات الأمريكية لأننا نتحدث عن مقترح السلام بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية ومن الممكن أن الرئيس الجديد الذي سوف يفوز بالانتخابات في الخامس من نوفمبر يعود إلى خطة سلام مختلفة تماما ربما خطة القرن التي كان اقترحها جرارد كوشنر وربما يعود ذلك على طاولة وأعتقد أن هذا ما يتوقعه الإسرائيليون أن يلعبوا لعبة الوقت لكي تكون مقترحات المجتمع الدولي حول مبادرة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي تصبح في المقام الثاني وتستبدأ بمقترح من الإدارة الجديدة التي هي لا إذن تصبح في مصلحة سلطة الفلسطينية خاصة وأن هذه الخطة ترحت من دون مشاركة الفلسطينيين وإذا رفض الإسرائيليون بمشاركة بخطة أمريكية فالأمم المتحدة سوف تتقدم وتضع على طاولة مجموعة من العناصر في هذا الصدد مترأقاتك فقط لأنه يجب أن أذهب إلى فاصل أعود لحضرتك مع ضيوفي الكرام بعد قليل نتساءل ما هي فرص المبادرة الأوروبية قبل شهود من الانتخابات الأمريكية ابقوا معنا شهدت القضية الفلسطينية مبادرات دولية للسلام على مدى أكثر من 30 عام ولكنها فشلت كلها في مشروع حل الدولتين أبرز المحطات في هذا التقرير ثم نعود لنستأنف ما تبقى لدينا من وقت للنقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعود لأستكمن وتبقى لدينا من وقت للنقاش دكتور نبيل عمر أسأل حضرتك بايدن قال في أحد تصريحاته بأن حل الدولتين ليس مستحيل حتى بوجود ناتانياهو وتحدث كما ذكرنا منذ البداية الحديث عن إقامة دولة فلسطينية من زوعة السلاح على الجانب الفلسطيني هل هذا العرض أصلا مقبول؟ لا أبدا خلينا ندقق فيما يقول الرئيس بايدن وفيما يتعلق بنتانياهو هو يجامل نتانياهو ولكنه يدرك أكثر من غيره أن نتانياهو يعلن لا مبرر لوجوده على رأس الحكومة في إسرائيل إلا لمنع ولادة دولة فلسطينية وهو يعتبر أنه قام بذلك وأنه نجح في ذلك وأنه يريد للآخرين أن يدعموا في هذا الاتجاه بما في ذلك الرئيس بايدن وحتى رجالات نتانياهو آخر ما قالوه أنه إذا قامت دولة فلسطينية فيعني أن الحرب مع إسرائيل ستظل مستمرة إلى الأبد إذن كيف السيد بايدن بصدر لنا مقولة أن ممكن لنتانياهو أن يوافق على ولاية دولة فلسطينية في نفس اليوم الذي قال فيه السيد بايدن هذا الكلام صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تكذيب مباشر له وبعد ذلك خلينا نقول للي أسمح أنها رئيس بايدن اللي عينه على اللوب اليهودي أثناء الانتخابات يعني أن يقول الحقيقة الدولة الفلسطينية في وجود نتانياهو لن تقوم بعد نتانياهو قد تفتح لها فرصة ولكن إذا لم تضغط الولايات المتحدة بأي إدارة كانت فيها باتجاه إقامة هذه الدولة فإسرائيل ستتشجع وتظل تنكر سيد إمانويل دي بوي أسألك على ما كنت تتحدث عنه قبل أن أذهب إلى الفاصل سريعا فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية المقبلة وأيضا أسألك عن فرص نتانياهو هل يعني اقتراب الانتخابات الأمريكية حتى وأن بنوفمبر المقبل يجعل نتانياهو يعول على هذه الانتخابات قد يعود ترامب في تلك المرحلة وتتغير المعادلة نتانياهو طبعا هذا ما يأمله نتانياهو وأيضا ما يأمله بوتين ويعتبر أن سوف يكون هناك أذانة مصغية هناك ولكن هناك أيضا الضغط السياسي في إسرائيل واليوم كان هناك استطلاع وأكد أنه إذا كان هناك انتخابات اليوم فإن الكتلة التي تدعم نتانياهو سوف تحصل على الأغلبية في حين أنه في بداية النزاع وبعد مرور مائة يوم أكثر الوضع يتغير إذا كانت الانتخابات لتنظم اليوم فنتانياهو سوف يحصل الأغلبية مع 27% من الأصوات مقابل جنس الذي هو في مجلس الحرب إذن هناك ضغط داخلي في إسرائيل ولكن أنت محقا بأن الانتخابات الأمريكية في إذن تعني أن المرشحين يحاولون مخاطبة الناخبين وأن يقولوا ما إذن يرضي الناخبين من دون أن يطبق ذلك بالضرورة وبايدن بطبيعة الحال ذكر فكرة الدولة الفلسطينية من زوعة السلاح والبيت الأبيض صححة مباشرة من خلال المستشار الخاص للشرق الأوسط ذكر أن الأولوية هو لخفض التصعيد ووقف طلاق النار وهدن وبعد ذلك يتم التفكير في دولة فلسطينية ولكن أذكر أن المرشحين الأساسيين نيكي هيلي من الحزب الجمهوري ورئيس ترمب هما متفقان تقريبا أنه يجب الدفاع عن إذن الموقف لصديقهم السياسي نتانياهو أصل سؤال أخير لضيفي من الرياض دكتور نايف تحدثنا على الجانب الأمريكي الجانب الأوروبي روسيا كان عندها أيضا مبادرة بهذا الشأن روسيا كانت قد عممت ورقة بمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بمبادرة لإنهاء الحرب لم تلقى زخم هل لروسيا حظوظ في أن تطرح أي حل لإنهاء الحرب أبدا روسيا لن يكون لها دور لأن روسيا الآن في حالة حرب وعداء مع الغرب جميعا وليس فقط في أوكرانيا حقيقة أن التعويل على الدور الأمريكي سواء ترامب أو نيكي هيلي أو بايدن بأنهم سيقدموا دولة فلسطينية أو سلام في الشرق الأوسط هذا مجرد أحلام وأوهام هؤلاء هم الذين صنعوا إسرائيل وحتى لو ننتج الإسرائيل لا أوجدوا طبعا الذي سيساعد في إقامة دولة فلسطينية الشعب الفلسطيني نضال الشعب الفلسطيني ومواقف العرب والمسلمين جميعا إذا ضغطوا هل فمنا ضغط سعود في المرحلة المقبلة؟ المملكة العربية السعودية تضغط بقوة وضحفت بمصالح كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوروبا وزير خارجية المملكة العربية السعودية يمكن خلال اليوم أو الأسبوع يمكن ما ينام إلا قليلا معظم وقت يقضيه في السماء طائر بين هذه العواصم وتلك وأرجع وأؤكد مرة أخرى السعودية قوية وستنتزع ورقة إقامة الدولة الفلسطينية لكن لنكن صرحاء الآن السعودية تتهم بأنها تنوي التطبيع ومع ذلك يتهمون ويعتبرون ذلك مسبة ونقصا وهذا التطبيع الذي تتبنى الولايات المتحدة وإسرائيل وجعله مقابل الدولة الفلسطينية يجب أن يدعم من الشعب الفلسطيني ويجب أن يدعم من العرب ويجب أن يدعم من المسلمين ما الذي نريد؟ نحن نريد في النهاية إقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة وإيقاف سفك هذا الدماء الدولة الوحيدة المرشحة لأن تقوم بالدور هي المملكة العربية السعودية فقط نريد من الإخوة في فلسطين أن يكون صوتهم واحد وأن يدعموا المبادرة السعودية وصلت هذه الفكرة وبالتالي سنرى أشكرك انتهى وقتنا شكرا جزيلا لكم جميعا دكتور نايف الوقاع من الرياض البحث الأكاديمي شكرا كان معي أيضا وزير الإعلام الفلسطيني سابقا دكتور نبيل عمر شكرا لك معي من باريس رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشاف سيد أيمانويل ديبوي شكرا جزيلا لكم جميعا على المشاركة معنا إذن وصلنا إلى ختم حلقة هذا الأسبوع من على الحدود شكرا على المتابعة لاللقاء اشتركوا في القناة